النهاردة هنعمل مع بعض الكوكيز الجميلة دي بتعم ورحة اللمون المنعش مقادرها بسيطة وطريقتها سهلة يلا بينا نجهز حاجتنا ونبتدي على طول بسم الله وعلى بركة الله هنبتدي الأول نضيف السكر البودرة وعليه البيضة والسكر الأبيض العادي وكيس الفانيليا ولو عندك فانيليا سائلة ممكن تحطي معلقة صغيرة ونخلطهم مع بعض كويس دلوقتي حفظها شغالة بالمضرب لحد ما لونهم يبقى أفتح وحتلقوا إن حجم الخليط كمان الضعف تقريبا من 3 ل 4 دقايق خفق متواصل لحد ما يوصل للون والقوام اللي شايفينه ده لما أوصل للمرحلة دي هضيف الزيت النباتي والكركم وعصير اللمون وهحط معاهم كمان بشر لمونة واحدة كبيرة الجزء الأصفر بس من القشر خلوا بالكم علشان الطبقة البيضة اللي تحتيه بتبقى مرة وهقلب دلوقتي بالمضرب اليدوي كويس جدا لحد ما يبقى عندي خليط متجانس دلوقتي حنخل كمية الدقيق ومعاها البيكينج باودر حنخلهم مع بعض فوق الخليط السائل اللي عندنا وحقلب دلوقتي بسباتيولا لحد ما دقيق يختفي تماما وتبقى عندي العجينة متجانسة لكن طريقية حغطيها دلوقتي ودخلها التلاجة نص ساعة قبل ما كمل شغل فيها دلوقتي طلعتها من التلاجة وحنبتدي سوا شكل الكوكيس بتاعتنا باخد جزء صغير وبكوره بيدي وبحطه في السكر البودرة حجم الكوكيس زي ما تحبي بس كل ما كانت أصغر كل ما كان شكلها ألطف بقلبهم دلوقتي في السكر البودرة وأرسوهم في صنية الفرن على ورق خبز زي ما شايفين كده حفظ الأكرر بنفس الطريقة لحد مخلص الكمية كلها المقادير دي عملت معي تقريبا 24 واحدة دلوقتي حتدخل فرن ساخد من قبل كده على 175 درجة من 10 ل 12 دقيقة بس مش أكتر ده شكلها لما بتطلع من الفرن بيبقى وشها مشقق بالشكل ده ويدوب من تحت بتبقى واخدى اللون الدهبي طعم اللمون فيها واضح ومنعش بالهنى والشرفة موسيقى 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 موسيقى